اهلا بكم معنا مشاهدين الكرام إلى نشرته الظاهرة نقدم لكم من قناة تلمعوك نستهلها بأبرزي العنوين أزياد من ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وخمسين ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من التلقيح معدل تكاثر فيروس كورونا بلغ 0.98 على السعيد الوطني مهني قطع سيارات الأجرى يرفضون مضامين اتفاق وزارتي الداخلية مع بعض النقابات أهلا بكم من جديد أكد سفير المملكة المغربية بجونيف عمر زنبير أمسنا الثلاثاء أن مجموعة صغيرة من الدول المعاذية وبعد صدمتها بفعل النجاحات الدبلوماسية المحرزة من طرف المملكة المغربية على الساحة الدولية قامت كالعادة بتحريض من الجزائر بالخوضة في مزاعم كاذبة خلال الذورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في محاولة يائسة لتمويه محنثها والتشويش العبثي على الدينامية الدولية الدعمة للوحدة الترابية للمغرب وقال زنبير خلال حديث في إطار الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان إنها ليست سوى محاولة يائسة غايتها استهداف الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية في أعقاب زخم دولي يدعم رسميا الوحدة الترابية للمملكة المغربية ويعترف بموجب قرارات مجلس الأمن بمبادرة الحكم الذاتي كحل ذي مصداقية وجدي لهذا النزاع الإقليمي وفي هذا السياق أماط السفير اللي ثام عن ادعاءات المجموعة الصغيرة المعاذية حول الوضع في الإقاليم الجنوبية مصلطا الضوء على جو السكينة والاستقرار السياسي السائد بهذه الربوع من المغرب وهو الوضع الذي يدعمه مجتمع مدني ملتزم وانتخابات شفافة أعلنت وزارة الصحة أمسين الثلاثاء عن تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدة وخمسمائة وثلاثة وعشرين حالة شفاء وثماني حالات وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما بلغ عدد من استفادوا من التلقيح ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وخمسين ألف وأربعمائة وثمانية وستين شخصا من الجرعة الأولى وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوباء لكوفيد تسعة عشر أن عدد المستفدات والمستفدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 293 ألف وتمانمائة وسبعة وخمسين شخصا مشيرة إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى أربعمائة وأربعة وتمانين ألف ومئة وتسعة وخمسين حالة منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس الماضي ومجموعة حالات الشفاء التام إلى أربعمائة وتسعة وستين ألف وتمانمائة وتمانين وستين حالة بنسبة تعاف تبلغ 97% فيما ارتفع عدد الوفيات إلى تمانية آلاف وستمائة وخمسة واربعين حالة بنسبة فتك قدرها واحد فاصلة تمانية في المئة أفاد رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوباء ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة عبد الكريم مزيان بالفقيه أمسين الثلاثة بأن معذل تكاثر فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 استقر إلى حدود الأحد الماضي في سفر فاصلة تمانية وستين في المئة التقرير لهنا دي كشف رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوباء ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة عبد الكريم مزيان بالفقيه في تقديمه للحاصلة النصف الشهرية الخاصة بتطور الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد-19 بالمملكة بأن معدل تكاثر فيروس كورونا المستجد استقر إلى حدود الأحد الماضي في سفر فاصلة ثمانية وتسع وأضاف بأن معدل تكاثر كوفيد-19 ظلوا للأسبوع الخامس عشر على التوالي دون معدل واحد وأن إجمالي حالات الإصابة بلغ منذ بداية الجائحة وإلى حدود الثاني مارس الجاري أربعمائة وثلاثة وثمانين ألف وسبعمائة وستة وستين بمعدل إصابة تراكمي بلغ ألف وثلاثمائة وثلاثين فاصل ثمانية لكل مائة ألف نسمة وأوضح أن عدد الوفيات شهد انخفاضاً بعشر فاصل أربعة في المئة على الصعيد الوطني ليبلغا ثمانية ألف وستمائة وثلاثين أي بمعدل فتك تناهز نسبته واحد فاصل ثمانية بالمئة وفي مقابل اتنين فاصل اتنين بالمئة المسجلة على الصعيد الدولي مذكراً بأن المغرب يحتل المركز السابع وثلاثين عالمياً والثالث إفريقياً من حيث عدد الوفيات وشدد بالفقي على مواصلة الحضر والحرس على احترام الإجراءات الاحترازية المتخدة من طرف الحكومة كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الأزمة الصحية الحالية سلطت الضوء على هشاشة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمشتغلين في القطاع غير المهيكل وأوضحت أنه بالرغم من الدور الذي تلعبه وحداته من التخفيف من حدة البطالة ونقص الدخل فإن هيكلة التشغيل وإنتاجياته لا يسمحانه بالتنمية الاقتصادية ولا يوفران حماية اجتماعية في مواجهة الأزمات الاقتصادية تفاصيل الأوفا في تقرير من إعداد مريم داود الأزمة الصحية الحالية التي خلفها فيروس كوفيد-19 سلطت الضوء على هشاشة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمشتغلين في القطاع غير المهيكل وأهمية المساعدات المالية لدعم القدرة الشرائية للقوى العاملة فيها بحسب المندوبية السامية للتخطيط المندوبية أوضحت أنه بالرغم من الدور الذي تلعبه وحدات القطاع غير المهيكل في التخفيف من حدة البطالة ونقص الدخل فإن هيكلها التشغيلي وإنتاجيتها لا يسمحان بالتنمية الاقتصادية ولا يوفران حماية اجتماعية في مواجهة الأزمات الاقتصادية وأوضحت أن إنشاء وحدات الانتاج غير المهيكل عرفت تطورا مهما خلال الفترة ما بين 99-900-1000-2006 حيث سجل ارتفاعا بنسبة 2.9% كمعدل سنوي فيما انخفضت هذه الوتيرة بين 2007-2013 لتسجل معدل نمو لا يتجاوز 1.3% كمتوسط سنوي وأضفت المندوبية أن الأنظمة الملزمة مثل القوانين والمستندات التي يتعين توفيرها والإجراءات المتحددة التي يتعين إكملها لإنشاء الشركات الصغيرة مكلفة من حيث الوقت والمال وهي معقدة بالنظر إلى مستوى تعليم رؤساء وحدات القطاع غير المهيكل وبذلك فإنه من الواضح أن تحسن الإطار المؤسستي تنظيميا والتقليل من تعقيداته لإحداث المقاولات المنظمة سيساهم في التخفيف من وثيرة تطور أنشطة القطاع غير المهيكل وخلصت أنه إذا لم يقترن نمو الاقتصادي بتحول هيكلي وإعادة توزيع أفضل للثروة فلن يتم تقليل نشاط القطاع غير المهيكل بشكل عام بل من الممكن افتراض أن حصة أنشطة القطاع غير المهيكل في الاقتصاد من ويجهة نظر الناتج المحلي الإجمالية قد تكون بمثابة مؤشر على هيمنة الأنشطة منخفضة الإنتاجية أذانت محكمة جرائم المال العام بالدار البيضاء أمسنا الثلاثة رئيس جماعة الجديدة السابقة بالحكيم سجدى بتسع سنوات سجن نافذة وغرامة مالية خمسين مليون سنتيم ومصادرة أمواله التي تتجاوز مليار سنتيم كما حكمت ذات المحكمة على المقاول محمد مدني بثماني سنوات سجن نافذة وغرامة مالية نافذة تمانين ألف درهم ومصادرة أزياد من تمانية ملايين درهم من أمواله وعلى صاحب مكتب الدراسات محمد الحبيب السوبعي بست سنوات سجن نافذة وغرامة مالية قدرها مئة ألف درهم ومصادرة أزيد من ثمانية ملايين درهم من أمواله وأذانت المحكمة المهندسة نعيمة بن عائشة بخمس سنوات سجن نافذة وغرامة قدرها خمسين ألف درهم ومصادرة أزيد من ثمانية ملايين درهم من أموالها وعلى سائق رئيس الجماعة محمد بن العويج بثلاث سنوات سجن نافذة وغرام مالية قدرها مئة ألف درهم وعلى المحاسب نجيب رشاد بأربع سنوات حبس نافذة وغرام قدرها مئة وعشرين ألف درهم وعلى مهندس البلدية أحمد زينبو بسنة واحدة سجن نافذة وغرام قدرها أربعين ألف درهم تأهيل الممرات التاريخية للعاصمة الاقتصادية يعرف بطءا شديدا وإلى حدود اليوم مشروع الكرة الأرضية لم يتم الانتهاء من ممراته التحت أرضية حاليا بمثابة مراحيد مفتوحة وأشغال ترميم الصور المحاذي تجرى بآليات بدائية وفي ذل هذا الوضع الحالي علما أنه ليس هناك موعد محدد لتسليم هذه المشاريع إلى البيضاويين تفاصيل أوفا في روبرتاج حمزة سعود وريداء خليل تسير وثيرة أشغال ترميم وإعادة تأهيل الممرات تحت أرضية تاريخية للدار البيضاء ببطء شديد معلمة الكرة الأرضية المحاذية لصور المدينة القديمة التاريخية لجأت الوكالة الحضارية في إعادة تأهيله إلى استخدام وسائل بداية وسطل واحد معلمة الكرة الأرضية تقذفتها شركات التنمية المحلية منذ أشهر والآن ما زالت مغلقة لسنوات حوالي 6 ملايين درهم كميزانية رصدت لإعادة تأهيل هذه الممرات وإلى حدود اليوم تبقى بمثابة مرتع للحشرات وفضاء للتخلص من النفايات بالنسبة للمعلامة الكرة الأرضية هنا تأخرت في تأخيرها يعني مدى طويلة عوام سنين دابق وكما شنوالوا لأنه يكون هناك تأخير في نفس الوقت عرقلة السير تأخير في الشانطة والطريق حلوك والأخير في الأخير مأول المتشردين في القطع الطرق طيب هذه الحياة رح لدينا تاريخ هذه رح لدينا تاريخ هل ندوز وغادي نشوفها ونشوفوش بقى كيف كانت ولا تحسنات ولا اسميتهم وميرا كانت مزيانة هذا البصات كان مزيان كان مزيان صراحة ما حلت لاستي جارية منقياز مجلس مدينة الدار البيضاء يقر بعجزه في توفير مبلغ 600 مليون سنتيم لإعادة تأهيل هذه الممرات بما فيها معلمة الكرة الأرضية ومبنى الساعة المحاذي للصور شركة كويتية كان المجلس قد أعلن عن توليها احتضان المشروع منذ وقت سابق إلا أنه سرعان ما تم نفي ذلك عدد الإقراهات الذي خلّى أن المشروع لا يزيدوش به القدام شيئاً ما بعد ذلك تم تغيير الشركة التنمية المحلية التورات بشركة تنمية المحلية كذا أميناجمو وبدأ العمل غير هو العمل سيبقى بوحد البطء ولكن كانت أدروع لأنها تسرع الوثيرة وقد نظن أن المحاذ الحمد لله المحاذ لأن هذه الكرة الأرضية حتى وكذلك يحضى بوحد العناية كبيرة من بينه كنت تكلم عن الصور التاريخي لأن الصور التاريخي الآن تمت إعادة التنميم من طرف وفي إطار هذه المدينة القديمة وكان عرفوا لما كنت تكلم عن هذه المدينة القديمة كنت تكلم عن الرعاية السامية لصاحب الجلالة لهذه المدينة ورغم أن مشروع تنقي لساكنة المدينة القديمة يحضى باهتمام ملكي إلا أن إعادة ترميم واجهاتها والفضاءات التاريخية المحاذية لها تعرف بعض الاختلالات والتأخر بحيث لم يحدد بعد موعد تسليمها إلى البيضويين لقي تسعة عشر شخص مسرعهم وأصيب ألف وتسعمائة وخمسة وعشرين آخرون بجروح وإصابات ستة وخمسين منهم بليغة في حادث السير داخل المناطق الحضرية خلال الأسابيع الممتدة من الثاني والعشرين إلى الثامن والعشرين فبراير الفين وواحد وعشرين وعزى بلغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة وعدم الانتهباه للراجلين وعدم التحكم وتغيير الاتجاه بدون إشارة وعدم ثرك مسافة الآمان وعدم احترام الوقوف المفرود بعلامات قف وتغيير الاتجاه غير المسموح به والسير في يسار الطريق وعدم احترام الوقوف المفرود بضوء التشوير الأحمر والسياقة في حالة سكر والسير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب استنكرت نقابات سيارة الأجرى الاتفاق الذي أبرمته مع وزارة الداخلية مع بعض النقابات فيما يخص إنشاء شركات خاصة وتوظيف سائقين مهنيين حاملين لرخصة الثقة المزيد من التفاصيل في سياق تقرير اسماء سلوان نددت نقابات عديدة في قطاع سيارات الأجرة بالقرار الذي أبرمته وزارة الداخلية مع بعض النقابات الذي نص على حصر إبرام عقود تفوض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على سائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني وعبرت نقابة قطاع سيارات الأجرة في البلاغ عن استيائها واحتجاجها على الطريقة لوزارة الداخلية التي وصفتها بالانتقائية والإقصائية في تدبير الحوار الاجتماعي وعدم استحضارها للمراقبة التشاركية والأعراف الديمقراطية في معالجة مشاكل القطع وفي تصريح إعلامي اعتبر الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل مصطفى الكيحل أن مضامين الاتفاق يشبه غموض وتغيب للمشاكل والملفات التي يعاني منها القطاع والتي تم تغيبها في هذا الحوار وأكد أنه لتأهيل القطاع وإنصاف السائق المهني لابد من استحضار هذا الموضوع وفي هذا الصدد طالبت الهيئات النقابية وزارة الداخلية على ضرورة مواصلة الحوار من جديد مع مختلف التنظيمات وإعادة النظر في نتائج الاتفاق أفاد مكتب الصرف أن حجم العجز التجاري بالمغرب بلغ 11.6 مليار درهم عام تم يناير 2021 مسجلاً بذلك انخفاضاً بمعدل 32.7% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية التقرير لهنا ضياء كشف مكتب الصرف في نشرته الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية لشهر يناير الماضي أن حجم العجز التجاري بالمغرب بلغ 11.6 مليار درهم مع ما تم شهر يناير مسجلاً بذلك انخفاضاً بمعدل 32.7% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية وذلك بسبب تراجع حجم الصادرات بـ 5.2% وهو معدل أقل مما تم تسجيله على مستوى الواردات التي انخفض حجمها بـ 16% وأضف المصدر ذاته بأن حجم الواردات من السلح تراجع تبعاً للانخفاض في الواردات على مستوى كل مجموعات المنتجات خاصة المنتجات التقية وسلح التجهيز والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات المعدة للاستهلاك النهائي والمنتجات الغذائية والمنتجات الخامة واستقرت صادرات السيارات في 6.91 مليار درهم مع ما تم شهر يناير الماضي بسبب تراجع مبيعات كابلات السيارات والتركيب علماً أن حسة هذا القطاع من مجموعة الصادرات وصلت إلى 28.8% مع ما تم يناير الماضي مقابل 30.9% السنة الماضية أما بالنسبة لقطاع النسيجي والجلد فقد تراجعت صادرات هذا القطاع بنسبة 16.2% بسبب انكماش المبيعات من الملابس الجاهزة والأحذية المصنعة وبالنسبة للصادرات من الفوسفات ومشتقاتها فقد سجلت ارتفاعاً بـ 12.6% ذلك بسبب ارتفاع حجم المبيعات من الحمد الفوسفوري دولياً أعلن الأربعاء عن مسرع عشرة أشخاص في حادث تحطم طائرة تجارية في جنوب السودان وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من ولاية جونغلي حيث كانت متجهة إلى العاصمة جوبا وقال حاكم الولاية في بيان اليوم تبلغت بذهول وهول خبر تحطيم الطائرة قرابة الساعة الخامسة بتوقيت جنوب السودان على مدرج الإقلاع في بلدة بياري بولاية جونغلي من ناحية قال مدير مطار جوبا الدولي كورو كويو في تصريحات صحفية نخشى من سقوط العديد من القتلى في حادث تحطم طائرة في جنوب السودان مضيفاً أن هذه الطائرة تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير وأنه لا يوجد شبكة اتصالات متوفرة في موقع الحادثة وأن إحصاء الضحايا ما يزال غير ممكن أعلنت الشرطة الهولندية الأربعاء في بيان أن انفجار وقع قرب مركز فحوصات للكشف عن كوفيد-19 في مقاطعة جنوب هولندا مضيفاً أنه لم يتم تسجيل وقوع أي جريح وقالت الشرطة في وقت وقع فيه الانفجار بالتحديد في الساعة السادسة وخمسة وخمسين دقيقة قرب مركز فحوصات تابع لهيئة الصحة العامة المحلية ولقد تحطمت نوافد ولم يسقط جرحة والشرطة تحقق في الأمر وتم إغلاق محيط الموقع بهذا الخبر نصل إلى نهاية النشرة نذكركم بأبرز ما جاء فيها أزيد من ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وخمسين ألف شخص استفادوا من الجرع الأولى من التلقيح معدل تكاثر فيروس كورونا بلغ 0.98 على السعيد الوطني مهني قطع سيارات الأجرى يرفضون مضامين اتفاق وزارة الداخلية مع بعض النقابات دمتم سالمين في أمان الله ترجمة نانسي قنقر